كانت هذه الإطلالة حلماً وها هي اليوم تتحول لحقيقة ملموسة مخيم الشباب بمنطقة عنوش عليبي القرارمجوغا يتجسد مشروعاً شبانياً بولاية ميلا رأهم فخارة اليوم للبلدية القرارمجوغا وولاية ميلا ونرحبوا بكل المجتمع المدني والرياضيين يهدف أساساً لترقية السياحة الشبانية في أوصات الشباب رح يحتاجن تظاهرات الكبرى لنضمها القطاع الشباب والرياضة من تربوثات مخيم موجه لفائدة الشباب يسع غرفاً لفردين وثلاثة أفراد وحتى أربع غرف مجهزة بالضروريات مطلة على سد بني هارون بعد سنوات من الانتظار هذا من مخيم الشباب هو مفخرة لنا كسكان الولايات وكذلك بحيث رح يسمحنا للنضم تظاهرات رياضية هو من الهياكل الإيواء اللي رح تدعم بها القطاع ورح تزيد في الإمكانية الإيواء على مستوى إليها ورح تعطينا متسع لاستقبال أكبر أعدد من الشباب في خلال تظاهرات الرفع من تعداد هياكل الإيواء بإمكانيات تسمح لملء فجوة شاغرة يسمح المخيم لديوان مؤسسات الشباب أن يستقطب أنشطة على كل المستويات ترجمة نانسي قنقر